اشتركوا في القناة نأمل بان لا تسبب الكثير من الحوادث يوجد اكثر من 34.4 مليون سيارة على الطرق البريطانية حيث حققت صناعة السيارات رقما قياسيا ببيع 2.69% مليون سيارة في عام 2016 بقيمة 77.5 مليار جنيه استرليني سنويا وفقا لجمعية مصنع السيارات والتجار ولا يمكن نكران واقعي ان مصنع السيارات في جميع انحاء العالم يحبون فكرة استمرار الواقع الحالي المتمثل في ملكية السيارات الخاصة مع وجود سيارة امام كل منزل وخدمة المرآب المحلي الخاص وقال مايك رامزي مدير الابحاث في شركة جارتنر ان التصميم الداخلي لسيارات عام 2040 سيكون فاخرا وفي الواقع من المرجح ان تصبح السيارات الخاصة فخمة جدا وسيكون على الاشخاص اما شراء النماذج المستخدمة او استخدام خدمات النقل العامة وعرضت شركة ميرسيدس سيارة F-015 الفاخرة في لاس فيغاس عام 2015 وكانت تتميز بابوابها الواسعة مع اطارات اقل بوجود اربع مقاعد تواجه بعضها البعض بالاضافة الى وجود شاشات على الابواب ووجدت الابحاث التي اجرتها شركة التأمين الاسود للسيارات ان التغييرات الرئيسية في السيارات بين الوقت الحالي وعام 2045 ستعتمد على التكنولوجيا المستخدمة بما في ذلك ادخال اجهزة الاستشعار والماسح الضوئية ونظام التعرف على مالك السيارة بالاضافة الى اجهزة الكمبيوتر المبرمجة وستتصف سيارات المستقبل بمزايا رائعة تشمل القدرة على التواصل مع باقي المركبات على الطريق والتوجه الى اقرب مرآب بشكل ذاتي والعودة الى المالك عند الحاجة ان استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لذا قنوات هل تعلم